موسيقى الأخبار المحلية من قناة عدن الفضائية طابت أوقاتكم حسن الوار ركن أحمر عبدالله تركي محافظ محافظة لحظة قيادة ومهندسي وكوادر فرع المؤسسة العامة للكهرباب المحافظة على الإعداد الجيد لقدوم موسم فصل الصيف من خلال عمل الصيانة اللازمة للمولدات وإصلاح أعطال المحطات حتى يتم تلافي انقطاع التيار الكهربائي لتخفيف الأعباء على المواطنين جاء ذلك خلال ترأسه يالي الشماع الدوري للمكتب التنفيذي للمحافظة حيث جرى نقاش مستفيض للتقرير المقدم من مدير فرع مؤسسة الكهرباء عن نشاط الفرع للعام الماضي والاستعدادات والترتيبات للعام الحالي على مستوى المحافظة والفروع والمديريات حيث أكد الاشتماع على أهمية تفعيل الإرادات والتحصيل لفواتير استخدام التيار الكهربائي لزيادة دخل فرع المؤسسة لموجهة خطط الصيانة للمولدات والمحطات كما وقف الاشتماع أمام سير العمل في مشروع تسوير المحطة التحولية للكهرباء وكلف قيادة فرع مؤسسة الكهرباء بالمتابعة لسير العمل لتلافي أي نواقص وإلزام المقاول المنفذ بإنجاز العمل في الوقت المحدد حسب الاتفاقية الموقعة كما سمع الاشتماع إلى تقرير عن نشاط المؤسسة العامة للمياه وصرف السحيب المحافظة خلال العام الماضي التقى وكيل محافظة حضر موت للشيون المالية والإدارية دكتور أحمد سالم باصريح بالمكلة سفير جمهورية أندونوسيا غير المقيم لدى بلادنا المهندس محمد جوهان والوفد المرافق له وبحث اللقاء أو جه تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين وعلى وجه الخصوص والتعزيز وتطوير العلاقات مع محافظة حضر موت في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والاستثمارية وآليات تنميتها في مختلف المجالات مرحبا بالاستثمارات الأندونوسية في حضر موت إلى جانب مناقشة أوضاع الطلاب الأندونوسيين الدارسين في المحافظة من جانبه أكد جوهان تطلع بلاده لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات وعلى وجه الخصوص مع محافظة حضر موت التي ترتبط بعلاقات خاصة مع جمهورية اندونوسيا دشن المدير العام للمؤسسة الاقتصادية اليمن العميد سامي السعيدي ومعه وكيل محافظة حضر موت الشيخ سانم بن شرمان وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الرقم صالح طيمس معرض الشهر الكريم بمدينة سيئون تحت شعار التوازن الاقتصادي في البلاد بين القطاعين العام والخاص ويقدم المعرض الذي يستمر حتى نهاية شهر شعبان يقدم عروضا من المؤسسة الاقتصادية والشركات والمؤسسات التجارية للمواد الأساسية والاستهلاكية بأسعار مخفضة ومنافسة وأوضح العميد السعيدي أن تدشين المعارض يأتي ضمن خطة المؤسسة الاقتصادية في إطار توسعة المعارض التي تقيمها لتشمل جميع المحافظات المحررة بشيرا إلى أن المؤسسة حارصت على توفير مساحات مجانية للتجاري في المعارض وإلسامهم ببيع منتجاتهم بأسعار مخفضة نحن سعدا اليوم بفتاح الخير الرمضانية التي أدينت الدول المؤسسة الاقتصادية نشكر الأخ المدير العام المؤسسة الاقتصادية المدير الفرح طبعا هذا شيء يمين جيد جدا لتجدين مساعدة للمعارض الشهر رمضان المبارك لتخفيض الأسعار الأخ المدير العام نريد منه تصريح بالنسبة التخفيض ولكن قال أنا أقل من السوق تتواصل افتتاحات المعارض الشهر الكريم في محافظات المحررة اليوم أمس أو قبل أمس كان في حدن واليوم في مدينة سيئون المعارض الثاني في محافظة حضرموت ومن هنا نصرح بأننا بدأنا في الخطوة الثانية التي إقامت منافذ البيع فأول منفذ بيع سيتم فتحه كمنفذ بيع مباشر للمؤسسة الاقتصادية وعلى طول العام هو فرح سيئون فرح سيئون سيكون فرح منفذ بيع بشكل مباشر وعلى طول العام وليس معرض موسمي وإن شاء الله ستتوسع نشاط المؤسسة الاقتصادية من محارض بيع إلى منافذ بيع من محارض موسمية إلى منافذ بيع دائما إن شاء الله وكل ذلك لمصلحة المواطن بحسب الإمكانيات التي تستطيع المؤسسة الاقتصادية أن تقدمها وإن شاء الله كل يوم وكل أسبوع وكل شهر وكل عام سيكون أفضل من الآخر بإذن الله نظمت يامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس بعدا فعالية ثقافية والمعرض العلمي الأول لطلاب كلية الهندسة والحاسوب الجامعة وفي الحفل أشار وكيل وزارة التعليم العالي خالد باساليم إلى أن مثل هذه النشاطات التي تنظمها جامعة العلوم تصب في مصلحة الطالب وتزويده بالخبرات العملية التي تنمي قدرته على خوض غمار العمل بعد التخرج باقتدار بدوره شكر مساعد رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور منير العبادية طلاب المشاركين في المعرض العلمي وثقافي وذلك للمستوى الذي بدأت عليه المشاريع المقدمة للمعرض العلمي الأول لطلاب كلية الهندسة مجيرا إلى أن المشاريع التي قدمت أو قدمت للمعرض ترتقي إلى مستوى المشاريع البحثية عقدت لجنة فتح المظاريف بساحل حظرموت الشماعا برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الفنية المهندس أمين بارزيك لمناقشة مناقصات عدد من المشاريع بالمحافظة وتشمل المشاريع كل من مشروع توريد مواد عاجلة لصيانة شبكات المياه بمدينة المكلة ومشروع توريد عشر مضخات الربط الآبار الجديدة في حقول المياه ومشروع توريد محركات غاطسة وقطع غيار لتشغيل مضخات الأبر وفي الاجتماع قامت اللجنة بفتح مظاريف كل مناقصة على حدة وتدوين كل ما تحتويه من وثائق في محضر جلسة فتح المظاريف حيث تم تحويل جميع الوثائق والمستندات إلى لجنة التحليل والتقييم لشنت مؤسسة البادية للتنمية والأعمال الإنسانية بمحافظة مأرب مشروع توزيع مئة دراجة تيك توك نقل وركاب بتمويل من وقف الديانة التركية وتنفيذ مؤسسة البادية بالتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظتي مأرب وحضر موت وشمل المشروع توزيع ستين دراجة تيك توك بمحافظة مأرب وأربعين أخرى بمحافظة حضر موت ويهدف المشروع إلى تمكين الشباب وخلق فرص عمل تمكنهم من إعالة أسرهم وإكتفاء ذاتي وخلال التدشين عبر وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح عن شكر سلطة المحلية لتركيا حكومة وشعبا على ما تقدمه من دعم للشعب اليمني مؤكدا أن المشروع سيسهم في الحد من البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب وتخفيف من معاناة الكثير من الأسر تشن الوكيل المساعد لمحافظة شبوى علي الكندي ومدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة سالم حنش امتحانات النقل لمرحلتي الأساس والثنوي بالمحافظة للعام الدراسي الحالي والتي يتقدم لها 140 ألف طالب وطالب يدرسون في 650 مدرسة لتعليم العام والأهل في عموم مديريات المحافظة وخلال التدشين الذي حضره المسشار عبدالله الشيبة ومدير عام مديرية عتق عبدالله الخليفي أشهد الوكيل الكندي بالإجراءات التي اتخذها مكتب التربية بالمحافظة لضمان نجاح الامتحانات وأسمع خلال زيارته لثنوية حنيشان ومدرسة أرواب مدينة عتق لملاحظات الطلاب والطالبات حولها مثنيا على استعدادهم لهم أو استعدادهم لها مؤكدا أهميتها لافتا بأنها تمثل حصاد عام تعليم كامل وكان الوكيل المساعد المحافظة فهد التوصلي قدشن الامتحانات في المركز التعليمي بالمصينعة بمديرية الصعيد مهنئة الجميع بالوصول إلى المحطة النهائية والهامة للعام الدراسي الحالي مثنيا على التزام مكتب التربية والتعليم بالتقويم المدرسي للعام الدراسي الحالي افتتح وكيل محافظة شبوع ومعه مدير عام المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية الدكتور وحيد الباخشي فرع للمركز في مدينة عتق وخلال الافتتاح أشهد الكندي والباخشي بهذا المنجز الذي يهدف إلى تحسين وتطوير مستوى الخدمات الطبية في المحافظة مؤكدين استعداد قيادتي المحافظة والمركز الوطني واصلت دعم فرع مركز وتقديم التسهيلات اللازمة لتمكينه من القيام بمهامه على أكمل وجه من جانبهما أكد مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور علي الذيب ومدير فرع المركز الدكتور علوي فضل على أهمية سرعة تشغيل المركز لتلبية الاحتياجات الطبية للمواطنين بما فيها الخدمات المجانية سيقدمها المركز للمرضى نحن اليوم نفتتح في محافظة شبوع المختبرات المركزية هذا اليوم بتوجهة الشيخ عوض محمد الوزير الذي يبارك هذا الافتتاح حفظه الله فنتمنى التوفيق والنجاح لكل عاملين وطاقم المختبرات هذه ونتمنى من الأخوة في وزارة الصحة أن يلفتوا الشبوع بعين الرأفة قليل والأمور طيبة إن شاء الله وهمهم قصرين ونتمنى التوفيق النجاح للجميع شكرا لكم نفتتاح اليوم المختبرات المركزية في محافظة شبوع وهي تمثل نقلة نوعية في المحافظة ولأول مرة هذه المختبرات في المحافظة هذه طبعا أهميتها ستكون ستكون الخدمات الطبية تعززها والجانب التشقيصي لدى الأطباء في كافة الغطاع الصحي الخدمة التي يقدمونها للمواطنين طبعا نتقدم بالشكر الجزيل للأخ محافظة شبوع الشيخ أول حمد الوزير على دعمه لتجهيز المختبرات المركزية وشرائها على حساب السلطة المحلية كما لا ننسى نشكر معالي وزير الصحة على جهودهم ودعمهم للغطاع الصحي في المحافظة أقامت الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بالتنسيق مع وحدة طوارئ المياه والإصحاح البيئي بمأرب وبدعم من منظمة اليونسيف دورة تنشطية لفرق الاستجابة الطريقة التابعة للهيئة في مجال المياه والإصحاح البيئي بمشاركة 35 متذربا ومتذربا وفي افتتاح الدورة أشهد الوكيل المساعد محافظة حضرموت محمد المعوضي بجهود الفرق الميدانية للهيئة في مكافحة الأوبئة التي يتسبب بها تلوث التلوث كون المخيمات أكثر عرض للتلوث من جانبه أوضح قائم بأعمال مدير عام فرع هيئة مياه الريف بالمحافظة علي المنتصر بأن الدورة تأتي قبيل تدشين المرحلة السابعة لعمل فرق الاستجابة حيث سيتم توزيع 20 ألف حقيبة صحية استهلاكية بالإضافة إلى خزانات المياه والحمامات لمخيمات النزوح أشهد مدير عام مديرية المنصورة بالعاصمة المواقة عدن أحمد علي الداؤودي بمساوى الإعداد والتجهيز والترتيب في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لإنجاح امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب وطالبات التعليم الأساسي والثنوي للعام الدراسي الحالي جاء ذلك خلال تدشينه الامتحانات في مدارس مديرية المنصورة حيث طاف الداؤودي بمعية مدير مكتب التربية والتعليم بالمديرية علي علوي السويري القاعدة الامتحانية مستمعا من إدارة ثنوية إلى التحضيرات والترتيبات التي تمت لسير العملية الامتحانية بالشكل المطلوب وفي التشين شدد الداؤودي على ضرورة توفير الأجواء الملائمة للطلاب والطالبات بما يمكنهم من تألية امتحاناتهم بكل يسر وسهولة وتحصيل أعلى للدرجات أكد مدير عام مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن أحمد علي الداؤودي حرص سلطة المحلية على نعم نشاط جمعية رعاية وتأهيل المعاقين حركيا وتقديم كافة التسهيلات للمعاقين جاء ذلك خلال اطلاعه على نشاط الجمعية حيث تفقد السير العملية التعليمية للمعاقين وكذا التحديات التي تواجه عمل الجمعية وكان رئيس جمعية رعاية وتأهيل المعاقين ناصر السقاف قد أعطى شرحا مفصلا حول الخدمات التي تقدمها الجمعية للمعاقين والمتمثلة في تقديم الخدمة المجانية بالإضافة لصعوبات التي تعيق سير أداء عمل الجمعية وخلال الزيارة أشاد الداؤودي بالجهود المبذولة والمتميزة التي تقدمها إدارة ومنتسب الجمعية من أشيطة تعليمية تسهدف هذه الفئة وإدماجهم في المجتمع لتعزيز مشاركتهم في الحياة الاجتماعية مبديا استعداد قيادة المديرية على تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لتسيير عمل الجمعية تشن مدير عام صندوق الرعاية الاجتماعية في العاصمة المواقعة عدن ماجد الشاجري ومعه مدير عام مديرية المنصور أحمد علي الداؤودي عملية صرف كروت تحديد مواعد الحوالات النقلية في دورتها الخامسة عشر من مشروع الحوالات النقلية لغير مشروطة الممولة من البنك الدولي والذي تنفذه منظمة اليونسيف وصندوق الاجتماعي للتنمية وأوضح الشاجري أنه تم تحديد يوم الأربعة موعد صرف المستحقات لكافة مستفيدي صندوق الرعاية الاجتماعية بعدن حيث حددت مركز توزيع الكروت بكافة مديريات محافظة عدن بهدف تنظيم وترتيب الصرف وحصول المستفيد على المستحقات بكل يسر وسهولة مشيرا إلى أنه تم إضافة زيادة بنسبة ثمانية وثلاثين في المائة لدورة صرف الخامسة عشر داعي المستفيدين إلى الالتزام والانضباط بالمواعيد المحددة لهم بكروت المواعيد تجنبا للإزدحام ناقش مدير عام مكتب الإعلام بمحافظة أبيان الدكتور ياسر بعزب مع مدير عام مديرية خنفار مازين اليوسفي تعزيز النشاط الإعلامي بالمديرية والارتقابه نحو الأفضل وخلال اللقاء أوضح بعزب أهمية الدور الفعال والإيجابي للإعلام لمواكبة كل الأنشطة والفعاليات ونقل معاناة المواطنين والإسهام في التوعية والإرشاد من خلال إيجاد إعلام بناء وهادف من جانبه أكد اليوسفي على أهمية دور الإعلام في مواكبة كافة الأنشطة والفعاليات ونقل ما تعانيه المديرية أقيمت بمدينة الغيظة بمحافظة المهرة دورة تدريبية لتطوير المهارات الوظيفية والقانونية لمتسبات الشرطة النسائية بالمحافظة بمشاركة 27 متدربة من منتسبات الشرطة النسائية بالمحافظة وذلك للرفع من قدراتهن الوظيفية وتدريبهن على كيفية التعامل في الأماكن التي تشهد ازدحاما شديد وبعض المفاهيم والمصطلحات القانونية وأشادت مجتشارة المحافظ لشؤون المرأة علياء الحريزي بجهود منتسبات الشرطة النسائية بالمهرة حيث تمارس مهامها بكفاءة عالية وكفاح مستمر من جانبه أكد مدير عام مديرية الغيظة سالم سعيدان على أهمية الدورة في الرفع من قدرات شرطة النسائية وتدريبهن على كيفية التعامل مع المواطنين والاختلالات الأمنية في ظروف مختلفة قام مدير عام الوحدة الفنية بمحافظة أبيان المهندس مختار الشداد برفقته مديرة ساحة الشهداء انتباه سيلان بزيارة تفقدية للاطلاع على الأعمال الانشائية بحديقة زنجبار وجولة طغلان ومتابعة نسبة تنفيذ على أرض الواقع وكذا تسريع وطيرة العمل وأكد الشداد حرص قيادة سلطة المحلية بالمحافظة لتعزيز التنمية الحضارية بالتوسع في المشروعات التي تطور البنى التحتية للمنتزهات والأماكن الترفيهية وتحسين المنظر الجمالي لعاصمة المحافظة بما يعزز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وقال الشداد إن أعمال تنفيذ مشروع حديقة زنجبار الكبرى تبلغ مساحتها الإجمالية 250 ألف متر مربع بتمويل من منظمة اليونبس وتنفيذ مشروع الأشغال العامة موضحا بأن المشروع يقع ضمن سراتيجية سلطة المحلية في توسيع رقعة المساحات الترفيهية في عاصمة المحافظة زنجبار عبر عدة مراحل زار مدير مكتب بالوتشا سعيد موسى ومعه مسؤول مكتب تنسيق الشيون الإنسانية بالأمم المتحدة نياز عمر مقر مؤسسة حضر موت لمكافحة السرطان أمل بالمكلة وذلك للاطلاع على مشاريع وبرامج المؤسسة التوعوية وما تقدمه لمرضى السرطان من الخدمات الطبية المجانية وسمع من المدير التنفيذي لمؤسسة أمل دكتور وليد البطاطي إلى شرح حول المشاريع الجديدة التي أعدتها المؤسسة لخدمة مرضى السرطان والتخفيف المعاناتهم مشيرا إلى أن المؤسسة تستقبل مرضى السرطان من جميع محافظات الجمهورية والقرن الأفريقي وتتحمل أعباء مالية كبيرة تعتمد بشكل أساسي على التبرعات وفاعلي الخير بتوجيهات من محافظة أبيان نفذ صندوق نظافة وتحسين أعمال تصفية وحملة نظافة واسعة بساحة الشهداء الثورة لعاصمة زنجبار وذلك استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك مزيد من التفاصيل في سياق التقرير الذي أعده الزميل لردفان عمر بإرادة لا تقهر وعزم شديد وأهداف لا تعرف المستحيل وتواصلا لجهود سيادة المحافظة الواركم أبو بكر حسين سالم محافظة محافظة أبيان فيما يخص إعادة تأهيل ساحة شهداء الثورة بالعاصمة زنجبار بعد أن تحولت وبفعل الحرب إلى غابة محشة تسكونها الأفاعي والحنشان والكلاب الضالة وإلى مساحة مقطوعة سال عليها لعاب المستفيدين من الحرب جحافل الأراضي وغزاسة المؤسسات الحكومية ينفذ صندوق النظافة وتحسين المدينة بقيادة المدير منصور سالم وادي وفي إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك حملة نظافة واسعة في ساحة الشهداء بزنجبار وعبرت مديرة الساحة انتباه سيلان عن شكرها وسعادتها وبشرت انتباه سيلان مرتدوء الساحة إلى وصول مجموعة من الألعاب الحديثة التي قد يجرى تنفيذها زي ما تلاحظوا اليوم ساحة الشهداء بإذن الله إنها مثل ما وعدناكم سابقا حسب تعليمات سيادة وفكر حسين سالم ودعم مباشر من الأخ منصور وادي مدير صندوق ضباب وحسين مدينة محاوضة أبيان سيتم بإذن الله ظهار ساحة الشهداء بأبهى صورة وحسب ما وحدنا زي ما هي كانت متربسة الوحيد ومحاوضة أبيان وبإذن الله سيضاء المحاوضة الوحيد ونحن على شارف أيام سعيدنا من رمضان المبارد ونحن نعيد الفتر سيتم تراحظوا كفية بساحات هذه من الأشيار السيسباء وأيضا من المخلفات وسيتم تركيب الألعاب بإذن الله خلال الأيام القادمة وستنعم أبيان بإذن الله وسينعم أبناءها الشرفاء بما كانوا متضرين لحظ من ألعاب وأظهار ساحة الشهداء بأجمل صورة تجرى هذه الأعمال التي تهدف إلى أظهار ساحة الشهداء في أحلى حالها وسط انبساط وارتياح وسع من قبل المواطنين واللشطاء حسب تعبير الزميل الصحفي أحمد هادي حسين نلمس بجهود حديثة عمل قفار رائع من قبل قيادة السلطة المحلية ومثلها باللواء الرقم أبو بكر حسين سالم محافظة المحافظة الذي يولي هذه الساحة قل اهتمامه ورعايته خلال الفترة الماضية عيدت لهذه الساحة رونقها القمالي على اعتبار أنها قبلة سياحية لمحافظة أبيان الأستاذ منصور وادي مدير صندوق النظاف والتحسين الذي يعمل على مدار الساعة جاهدا في سبيل إظهار هذه الساحة عملية تزيين وتصفية الساحة من أسجار السيسبان الضارة واجعلها نظيفة لائقة لاستقبال الشهر الفضيل لصاحبها أيضا عملية تسوية وتصفية وزراعة عدد من القزر في حديقة 22 مايو الكبرى وسط العاصمة زينجوبار ليكتمل الجمال بالعمل ورمضان كريم على أبيان وقيادة أبيان وقيادة الوطن وعماريا أبيان لقناة عدن الفضائية ردفان عمر محافظة أبيان نظمت متارس أزال والأقصى الأهليتين بالعاصمة المؤقتة عدن الحفل التكريمي السادس عشر لتكريم أوائل الطلاب وخريجات الدفعة الرابعة لطالبات الثانوية العامة لمدارس الأقصى وذلك بحضور مدير عام مديرية دار سعد رئيس المجلس المحلي بالمديرية عبود ناجي حسين ومدير إدارة التربية والتعليم المديرية محمد المحولي أو المحلوي وفي الحفل أشاد مدير عام مديرية دار سعد رئيس المجلس المحلي بالمديرية بجهود إدارة مدارس أزال والأقصى الأهليتين وعضاء هيئة التدريس على اهتمامهم بتعليم وتربية الطلاب والطالبات والتي أثمرت جهودهم في مستوى تحصيل العلمي مهنئن الطالبات والطلاب الأوائل بهذا التكريم متمنيا لهم المزيد فقرات الحفل عدد من الأغاني والرقصات لزهارات وبراع مدارس أزال كما تم توزيع الشهادات التكترية لأوائل الطلاب والطالبات حضر الاحتفال عدد من مدراء المدارس بالمحافظة وأعضاء هيئة التدريس وأولياء أمور الطلاب والطالبات أبناء المدينة القديمة بتعز يحتفلون بأمسية تحاكي أو بأمسية تحاكي الماضي والحاضر من التراث بفرحة الأطفال بأمسية الشعبانية والتي يحتفل بها أبناء المحافظة كل بطريقته التفاصيل في سياك التكرير الذي عدته الزميل نعائم خالد أحيى فريق تديكس الموروث الشعبي لمدينة تعز الشعبانية في المدينة القديمة خلف جامع المضفار بأمسية تحاكي الماضي والحاضر وما يقوم به أطفال تعز وخصوصا المدينة القديمة بتقوس تكون الغالبة في أغلب المناطق في تعز في شراء بدلات للأطفال طوافن في المدينة ودق الأبواب وحمل الفوانيس والصياح بصوت واحد يا مسا قينا نمسي عندكم تعبيرا بأنهم موجودين وفرحين تقمى الأطفال في أمسيتين رسمت معالم موروث الشعبي وفرحة الأطفال وقمار ابتهاقهم بالمناسبة نحن شباب تيدكس أقمنا هذه الفعالية مع أبناء تعز وخصوصا أبناء المدينة القديمة حتى نحيي إرث كبير بالنسبة لنا كانوا يفعلوه أقدادنا وأبنائنا وأحفادنا كمان بيفعلوه واللي هي عبارة عن الشعبانية تاريخ 14 شعبان تتوارث الأجيال هنا عبر المدينة القديمة إحدى عاداته التقاليد إحياء ليلة أمسية حيث يتقولون الأطفال ويجمعون الفوانيف ثم يحيونها شعارات ترديدية وهي عبارة عن ترحيب برمضان وهذه حيت بنا منذ زمان قديم تتوارثنا عبر أقداد والآباء هنا في المدينة القديمة وأصبحت حتى الآن هناك قصر تتجمع في ليلة شعبانية أي بليلة 15 من شعبان ثم تتم زيارة البيوت والتنصير عبر القدران وتغيير القدران وإضاءة الفوانيس وإحياء الشعبانية حتى مطلع الفاقر يا مساقين مسينا عندكم فعالية يقولها شبابنا في الشعبانية وخصوصا في 15 شعبان أبناء مدينة تعز وخصوصا المدينة القديمة يحيونها دطرات إرث وحضارة معايم خالد قناة عدم الفضايا بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية النشر المحل يقدمناها لكم من قناة عدن الفضائية وإلى النساء في اليمن والعالم كل عام والجميع بألف خير إلى اللقاء اشتركوا في القناة